تتحدث بالقانون المالي ما سبب خروضكم على مالية التواهرات قريباً وكذلك رفع دعوة قانونية تفضل باستاذ استاذ رائد حبيبي وين كانت وزارة المالية من 2019 لحد هذه عين اللي وثائقهم صحيحة عين اللي موجودة قاعدة بيانات لهم واللي عنده مشكلة وياه قل لي جيب لبياناتك عندك مشكلة وياه حتى حتيثبتون انه اجراءاتهم صحيحة ليش يوميام طلعين مصيبة ومخلين البلد ثائر ومخلين البلد واقع في مشكلة بشقد النكبة حوالي اليوم بشقد النكبة وشباب اليوم بالموضوع هذا لا احنا ما نريد هيد شي احنا نريد تخطيط يا استاذ راء التخطيط البلد ما بيتخطيط لا قاعدة بيانات ولا تخطيط ولا يوميام صدرين قرار مثل قبل عفو عام ورا شوية طلعوا عفو عام احنا سوينا وانه الموضوع هذا احنا بحاجة الى تخطيط بحاجة الى تفعيل القطاع الخاص حتى لا نبثقنا كلها الحكومة يا استاذ راء القطاع الخاص يجب ان يفعل يجب ان بنتشعب القطاع الخاص قدمت وقدمت خطاط للحكومة لتفعيل القطاع الخاص كون ان اتحاد العمال وهم اساس يعني ما يعتث من صناعات وكذلك شبابها واستقطاب حقيقي الى كل مجالات العمل قدمت مخترعات حقيقية ولمن قدمنا الامان عام المجلس وزراء ولمجلس وزراء خطة عمل لتفعيل مصانعنا اللي كانت اكثر فعالية بالشرق الاوسط هي احسن انتاج بالشرق الاوسط كان العراق هس الاستيراد العشوائي معاملنا هذا واضح ما هو ردهم لا ماكو ردود تعرف انت هون الحكومة مخططها ماكو تخطيط حكومي ما عدنا رؤية مستقبلية للبلد اللي كثير من البلدان يبنون يخططوا لعشر سنوات قادمة احنا وين من هالموضوع احنا وين من هالموضوع